السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي مختار برك الله فيك وجزاك الخير وربعونك ان شاء الله على كلها سيارتي ملاحظة الاولى انها هذا النوع من السيارات اذا دخلها الهواء عند تغيير مصفات المزود فان المحرك لا يشتغل الا بعد نزر الفاصمة يعني الفيزيبل خاص به خاص بهذه القضية اما قصة السيارة في احدى المرات المرة الاخيرة عندما غيرت مصفات المزود كان ذلك قبل ثلث شهر قام الفني بتشغيل المحرك وبدأ يضغط على دواسة السرعة هو كان قد نسي تركيب الفيشة فيشة المزود اللي اشرت اليها بسبعي في الفيديو في اشتغل المحرك مع دخان كثيف جدا وصوت محرك وصوت محرك كما سمعته الفيديو يعني صوت غير طبيعي استغلب طبعا من صوت المحرك ثم انتبهت الى الفيشة فقمت باطفاء المحرك ارجعت الفيشة الى مكانها ثم قمت بتشغيله مرة اخرى فاشتغل بشكل عادي يعني ذهب المشكلة فاعتقدت ان مشكلة في لحظتها هي مشكلة الفيشة لا اكثر في صباح اليوم التالي حين شغلت المحرك ظهر هذا الصوت مرة اخرى الصوت الغريب هذا مع انبعاد دخان كثيف وبعد دقائق لا تزيد على ثلاث او ثلاثة ونص دقائق وزال المشكلة واصبح المحرك بشكل طبيعي يدور بشكل طبيعي ومن يومها وهي على هالحال يعني صباح لما اشغل محرك وهو بارد يظهر الاشكال هذا الصوت في المحرك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة